في الموعد المحدد الساعة الثامنة صباحاً افتتح مركز الاقتراع في أبالون في العاصمة كييف أبوابه ولم تمضي إلا دقائق حتى حضر بعض المواطنين للإدلاء بأصواتهم سأذهب في إجازة بعد الساعة ولذا جئت إلى مركز الاقتراع مبكراً جميع الانتخابات مهمة سأصوت وبعدها سأنطلق إلى عملي أعتقد أن فريقاً من الشباب سيفوز ولن يعود الأمر كما كان في السابق هذه الانتخابات البرلمانية هي الأولى بالنسبة لأمينة ذات التسعة عشر عاماً أتمنى أن يكون النواب الجدد صادقين في البرلمان هذا أملنا الأكبر وأن تنعدم المحسوبية والفساد بينهم ويعمل البرلمان بشفافية ونزاها طلبت أن من إدارة مستشفى الولادة السماح لها بالذهاب إلى مركز الاقتراع وهي مقتنعة بأن الانتخابات أمر مهم يضمن مستقبلها ومستقبل أطفالها سأصوت من أجل طفلي الذي لم يولد بعد آمل أن تصبح الأوضاع جيدة ومستقرة ويسود بلدنا الأمن والسلام علمت أن الرئيس سيصوت في هذا المركز ولكن هذا لم يؤثر على اختيارها كان من المتوقع حضور زيلينسكي إلى مركز الاقتراع عند الساعة الثانية عشر لكنه تأخر بعض الشيء وحضر رفقة زوجته إلينا بملابس غير رسمية في هذه المرة لم ينتهك زيلينسكي القانون كما فعل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وغرم بخمسين دولار لكشفه عن بطاقة التصويت زيلينسكي التزم الصمت ولم يصرح عن أولويات عمل البرلمان الأوكراني الجديد ولم يتحدث عن المرشحين المحتملين لشغل منصب رئيس الوزراء بعض الناس قد لا يحبون ذلك أولئك الذين سيصبحون نوابا في البرلمان لدي موقف ثابت أعتقد أنه يجب أن يكون هذا الشخص خبيرا اقتصاديا وهو ليس من قادة الأحزاب أنا أجري المشاورات الآن ثمانمائة من موظفي استطلاعات الرأي يعملون في ثلاثمائة موقع يستطيعون آراء ثلاثة عشر ألف ناخب لتنقل بعدها البيانات إلى المراكز المختصة لنتلقى تمويلا من أي من الأحزاب السياسية الأوكرانية وتمويلنا يأتي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وصندوق النهضة لذين مجلس رقابي يشرف على كافة المراحل لضمان سير الأمور وفقا للخطة يعلنوا عن أول بيانات استطلاع الرأي في الساعة الثامنة مساء في كييف بعد إغلاق مراكز الاقتراع ووفقا للمعطيات الأولية هناك خمسة أحزاب في طريقها إلى البرلمان ترجمة نانسي قنقر